ياريت كم فيه زرار ندوس عليه علشان خاطر نلغي الحزن والهم خالص من حياتنا بس للأسف يا صديقي ده كلام لا يمكن تحقيقه على الأرض الواقع وفي الحقيقة حتى لو يمكن تحقيقه على الأرض الواقع فما ينفعش انك تعمله لأن مشاعر الحزن هي جزء من شخصيتك وهي جزء اللي يتجزأ منك انت كشخص فانت اللي بيكون شخصيتك هو مش بس مشاعر الفرح لا انت ممكن يحصل لك موقف تحس فيه بالفرح الشديد والموقف ده يديك تجربة تفيدك في حياتك ونفس الحكاية بالنسبة للحزن فيه أوقات كتير الحزن والصدمات اللي احنا بنتعرضناها في حياتنا بتأثر على حياتنا بشكل إيجابي وبتساعدنا ان احنا نبقى أشخاص أفضل في المستقبل فما تقولش لا انا هتجاهل الحزن وهتجاهل الهم وهتجاهل المشاكل وهركز في الحاجات التي تبسطني بس لا انت لازم تستقبل الحزن ولازم تتقبله وتدي نفسك المساحة انك انت تحس بالحزن علشان شخصيتك تبقى متكاملة لان الحياة مش فرحة بس الحياة فرح وحزن الحياة حلو ومر فمهم جدا انك انت تبقى عارف ان مش بس الفرح هو اللي مهم في حياتك لا انت كمان لازم تحزن ومهم فمهم جدا علشان شخصيتك تبقى كاملة اشتركوا في القناة